طيب أخبار بعثة الأهل في الإمارات استعدادا لمباراة السوبر يمكن في جلسات استشفائية للعاب الأهلي داخل فندل قامة الوقت كان داية جدا على فكرة أهل لعب يوم السبت في المغرب مباراة صعبة جدا أمام الرجاء الرياضي المغربي وكان فيها ضغوط عصبية كبيرة جدا المباراة كانت فيها أحداث كتير انتهت بتعادل السلبة وتعاهل الأهلي إلى الدور النصف النهائي رجع القاهرة بعد المباراة مباشرة كان موجود صباح يوم الحد في القاهرة يدوب أخذ أجاز الحد اتمرن الاثنين سافر إلى الثلاث العيبة طبعا خضعت لجلسات استشفائية وممكن قدامكم على الشاشة يمكن دي بعض اللقاطات الخاصة والحصرية من استقبال فريق النادي الأهلي في الإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدي في السوبر بإذن الله يوم الجمعة المقبل طيب جلسات استشفائية فضل إقامة للتخلص من الإجهاد اللي تعرض للعيبة خلال الفترة الماضية يمكن عقب خوض المراني الجماعي مساء أمس اللي أقيم على ملعب الكريكت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بلاندا استعرق حوالي ساعتين تضمن العديد من الفقرات التدريبية والفنية استعدادا لخوض مباراة السوبر قضمنا بقى لعبة النادي الأهلي طاهر محمد فخري محمد هاني محمد هاني لعب مباراة الرجاء بشكل عالمي ويمكن بصراحة المباراة تحديدا دور الطبيب النفسي في تهيئة اللعيبة نفسية للضغوط اللي كانت موجودة في المباراة كانت مهمة جدا 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 أنك نازل مش أقول ريلاكس لا نازل في هدوء تعرف تتعامل إزاي مع المباراة اللي فيها ضغوط وحضور جمالي كبير علي معلول خلاص بقى يعني مش هتكلم على الخبرة والدور والقيادة لا علي معلول أصبح يعني علامة بارزة داخل صحوف الأهلي في الفترة الأخيرة كهرباء كان فيه استقبال كبير جدا وناس كلها في المغرب بتتكلم عليه برضو في الإمارات الناس كلها بتستقبل وتتكلم على كهرباء أبرز لاعب موجود في الكرة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أرقامه على فكرة مش بقول كده عشان بيلعف الأهلي ده أرقامه هي اللي بتقول حتى الفترة اللي جاء فيها من الإقاف أرقامه كلها بتقول حسين الشحات كان على أعتاب أن يجيب هدف عالمي في مباراة الرجاء لكن ده نكم طبعا الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي مرحبا بكم نورتونا وفي الطريق طبعا من المطار إلى فندو الإقامة في إمارة أبو ظبي طيب الأهل يخد مرانه تاني النهاردة الفريب بإذن الله حوالي الساعة تمانية هيخد مرانه تاني مساء اليوم الأربعاء والتوقيت ده هيكون بتوقيت الإمارات الساعة تمانية بتوقيت الإمارات يعني حوالي الساعة ستة بتوقيت القاهرة نفس الملعب التدريب هيكون ملعب الكريكت في أبو ظبي وعلى ذلك نفس الملعب ده الأهل يتمرن عليه في المباريات السوبر اللي كانت بتتلاقف في المواسم السابقة يعني الأهل متعود عليه وكل ملعب الإمارات بصراحة ملعب مميزة جدا زي ما انتم شايفين على الشاشة يعني ملعب بزوم وصفات عالمية واخدى الكونفيرم والموافقة من الاتحاد الدولي على معايير الكاتيجوري الخاصة بملعب التدريب اللي الفيفا ممكن يستعين بيها في الأحداث الدولية زي ما قلت تمرين المبالح كان في نفس الملعب طيب